أهلا بكم استهل قداسة الباب فرانسيس في حديثه الأسبوع إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان مقابلته العامة حول سفر المزامير بالقول في قراءتنا للكتاب المقدس نصادف باستمرار صلوات من مختلف الأنواع لكننا نجد أيضا سفرا مؤلفا من صلوات فقط أصبح بيتا للتدريب وبيتا للعديد من المصلين إنه سفر المزامير وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في صلاة المزامير في إطار تعليمه في موضوع الصلاة قال قداسته إن سفر المزامير كتاب كله صلوات فقط ويبين لنا كيف علينا أن نصلي من خلال مخاطبتنا لله في صلاة المزامير نتعلم لغة الصلاة أي كيف نمدح الله ونشكره ونتوسل إليه ونلتمسه في الفرح والألم المزامير هي ابتهالات غالبا ما تكون مأساوية تتضفق من قلب الحياة وما فيها من الأمراض والكرهية والحروب والاضطهادات والموت يصرخ الإنسان إلى الله ومام الألم المستمر يسأل إلى متى يا رب وفي المزامير يجد المؤمن جوابا على هذه الصرخة لأن الرب يصغي وإذا علمنا ذلك أصبح كل شيء محتملا ولو أن العديد من أسئلة الحياة تبقى دون حل وبلا مخرج وأنهى قداست الباب تعليمه قائلا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لنا هو أن تألم وحدنا وقد تركنا الجميع ولا أحد يفطن لنا إذ ذاك الصلاة تخلصنا لأن صرختنا ترتفع لله وقلبه قلب الآب الذي يبكي لكل واحد يتألم ويموت إذا بقينا على علاقة معه فإن الحياة لن تجنبنا الألام ولكنها ستفتحو أمامنا أفاقا واسعة نال خيري فنانطلقوا لإتماميه والآن تحياتو الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية السكروا فتحar Dio potrebbe anche non rispondere nel modo in cui vorremmo. Tuttavia, il credente è una persona serena, perché è certo che Dio lo ama e opera per il suo bene. Dio vi benedica a tutti. Grazie a tutti. Dio vi benedica a tutti.